ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج في السوق وإتاحة المكون الدولاري لها وذلك بحضور مسؤول الوزرات والجهات المعنية وقدر رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الانتاج اللازمة للقطاع الصناعي وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية